شرح لي الآن وتوصف لي 8 سنوات وهي بداية قبل 70 8 سنوات هذه الظروف البيئية التي كانت محيطة فيك أنت شخصيا هل درست أثناء 7 سنوات و 8 سنوات؟ هذه المرحلة كانت بنسبة للغفار والسلطنة عامل بشكل عام لكل يذكرها منطقتين وفترة السبعينات كانت صعبة من قبل مجي صاحب الجلالة وقبل ما تأتي أيضا التنمية كان البلد في ظروف عزلة كانت الحياة جدا صعبة كانت الشباب من الجاهة يعني يسافرون للخليج للعمل وكانت أيضا الظروف صعبة إلى حد كبير هذه المرحلة نحن عيشناها كاثب صغر يعني كنا في مقتبل العمر يعني أطفاء هذه الفترة يعني كانت صعبة جدا صعبة مثل ما قلت الشحر الموارد الإمكانيات المنطقة يعني الوعورة سوى الترحال حسب الغيوث أذكر نرتاحها من منطقة بعشرات الكيلومترات يعني بحثا عن المرعة والكلاء والماء وهذه التجربة يعني عيشناها بكل تفاصيلها ولكنها مثل ما وضحت ساهمت في تشكيل شخصياتنا وسلوكنا واهتماماتنا وصبرنا وطولة بالنا وأيضا يعني مسألة التغييرات الكبرى اللي حصلت أنه مطلق ذيك اليام الوضع كان في حالة ثورية موجودة في غفار وفي السلطنة كان في مرحلة نهي السبعينات أيضا في صراع صراع موجود ووجدنا نفسنا أذكر في عام سبعين أذكر يعني كنا في الجبل وكان ذيك اليام مثل الثورة ثوار كنا نأتي إلى مراكز الثوار وكان أيضا أولاد صغار في سن ست سبع سنوات أذكر أول ما درسنا الألف باء درسناها في ذاك المرحلة وكان في شاب من الشباب المخرجات المدرسة السعيدية اسمه فايل جمعان هو دين له بأنه علمني الألف باء كان وفرنا كل واحد كراسة وقلم رصاص وكننا درسنا الألف باء طبعا أذكر منها بناء منطقة الشابة الصعيبة النية بس شابة دورات وعرفت هذه المناطق وبعدها تقريبا في عام سبعين نهاية سبعين ذهبنا إلى اليمن للدراسة وطبعا حينها في مرحلة الدراسة الابتدائية كانت في منطقة اسمه جبينوت إلى جوار قرية يعني مدينة حوف أو بلدة حوف تبعت بضعة كيلومترات في الجبل كان فيه مدرسة حينها في الجبل وهذه المدرسة ما كانت فيه مستلزمات لا تعليمية ولا كان فيه أوى ولا فيه مساكن كنا أذكر في الجبل في يعني الكواخي ثم من شهاب من خلال الجذوع الأشجار وغصان الأشجار وحتى الخيام ما كانت متوفرة كان بداية العدد في حدود الثمانين المئة ومن ثم كبر العدد وانتقلني إلى منطقة أخرى يسمى نحز بين جادة وحوف وبدأت بيوت الخيام وبيوت الصفيح وبعد ذلك في عام ٢٠١ أيضا تم انتقلنا إلى مدرسة منطقة الغيظة في غفاف وادي جيزع إلى الشرق من مدينة الغيظة ودرسنا في حدود إلى عام ٧٥ في عام ٧٥ أذكر ما كان فيه أعدادية عامة في محافظة المهرة أتى الشخص ما ذلت أذكره يسمى عبدو فارع العمان من دائرة سياسية بوزارة التعليم اليمنية اللي عمل الإختبارات الإعدادية العامة كان الصف اللي نحن فيه ٣٣ طالب وأول ما جاء طبعا أعطانا وراغ الإختبارات كان أيضا بيقوم بدور مراقبة الامتحانات فاستقرب هذا الرجل إنه كيف شاف الطلاب كل ما واحد التقاط دفتر يعني مراقبة أسلت المتحانات كل في حاله بيتركيزه محد يلتفت فاستقرب لماذا يعني مع امتحان ما حد يساعد حد ما حد ما معناه براشيم ولا قش ولا قصاصات ورق فاستقرب في الأخير قال أنا مستقرب أنتم ناس إيش اللي يعني ما حد يساعد حد قلنا نحن تربينا كل واحد يعتمد عن نفسه لأنه نحن أذكر في مراحلة تأسيس عندما جينا يعني في عام السبع من هاي السبعين جينا المدرسة صغار سن عمار سبعة وثمان سنوات وطبعا حتى الكسو ما عندنا كل واحد عنده قطعة قماش وزار وزار صغير قطعة قماش نعم وكان أيضا ما فيه لا يعني مطابخ ولا في بيوت أواء ولا مساكن ثابتة ولا في حلاقين ولا في ناهي يعني نعم كان الكل يقوم بدغره أذكر كان فيه عدد يمكن ثلاثة أشخاص مدرسين من العمانيين وفيه أيضا مدرسة بحرينية رحمه الله ليلة فخره هدى نعم هي قامت بعملية وضع المناهج بنفسها بمساعدة طبعا السادة العمانيين اللي كانوا موجودين في المدرسة ذكرهم السادة العمانيين وأذكر منهم عوض السعلمين المبروك وأذكر منهم بعدين عحمد التميمي وأذكر عحمد عوض عبيت ما بعد وأذكر عدد كبير منهم ما بعد هذه المرحلة الأولى كنا أول ما وصلنا للمدرسة يعني المطبخ الطلاب يطبقون لنفسهم صغار وهم يبنون أكواه من نفسهم وهم يجلبون الماء لنفسهم من عين ما مجاور على بعد في حدوث كيلومترين وهم أيضا يقوم بمساعدة بعضهم في عمليات حلقة الشعر وفي عمليات أيضا يعني الطبخ وجلب الحطب وإلى آخره هذه المرحلة كانت مهمة جدا علمتنا طريقة الاعتماد على النفس علمتنا عن الضباط أذكر فيه شخص يسمى ضابط النوبة حين هاي عنده يعني ضابط النوبة يعني مناوب مناوب بيدير المدرسة ويسمى ضابط النوبة ضابط النوبة أيوه فهذا الفترة الصباحية طابر الصباحي يزمر يعني بالبوق نعم ويتم الطلاب ويصطفوا في الطابر الصباحي بعد ذلك الانصراف للحصص يتم أيضا بيختار في فترة واجبة القضاء يتم أيضا بالتنبيه نعم وبعد ذلك انتقلني إلى منطقة نحس مثل ما وضحت لك منطقة كيش؟ منطقة يسمونها نحس نحس هذه منطقة يعني ما بين مدينة الجاذب وحوف في المنطصة نذر فيها يعني؟ هذه منطقة هضبة تم اختيار موقعها يعني تلة كلا مرتفعة وفسيحة إلى حد ما وتم عمل مخيم مخيم بالخيام من القماش العادي يعني كمدارس؟ أيواء كأيواء وكمدرسة السكنات كانت مقسمة كل خيمة فيها مجموعة عشرين و ثلاثين طالب الخيمة الوحدة الخيمة الوحدة وكان أيضا فترات كل يوم مفرزة تقوم بعملية الطبخ وعملية ناوب جلب الحطب نعم وجلب الماء وبعد ذلك انتقلني إلى منطقة تحت في المجاورة في بيوت كانت بيوت صفية حشينكو استمرنا إلى عام ثلاثين وسبعين في منطقة ثلاثين وسبعين انتقلني إلى منطقة الغيظة وأيضا تم اختيار موقع اسمه طيحاخ هذا الموقع أيضا عبار عن جرف على ضفة وادي في مدرستين مدرسة اسمها مدرسة شعب ومدرسة اسمها تسعينيون المدرسة الابتدائية صف الأسفوف المبتدية كانت تسعينيون هو الصف اللي في مرحلة ما بعد نهاية الابتدائية ونهاية الاعدادية ما كان في الجازات سنوية يعني كان على طول العام الدراسي نستمر يمكن نحن الابتدائية قطعنا في حبود يمكن عام عربة وسبعين خلصنا الابتدائية يعني في ثلاثة سنوات عربة سنوات أيوة وبعد ذلك الاعدادية قد أيضا يعني ندرس على مدار العام الإجازات أذكر خلال فترة الخمسة وست سنوات رحنا إجازتين وكانت أيضا في ذاكرة نترسم ظروف الحرب أصوات الطيران أصوات المدافع كنا صغار في سن العشرة وثعشر سنوات نروح بمسافات طويلة عشرات الكيلومترات سيرا على قدام في مناطق أيضا تتعرض القصف وفي مناطق أيضا حرب وقصف مدفعي وطيران ومع ذلك أيضا هذه تجربة أيضا برغم مصعوباتها والمشقة اللي فيها ما تأخذ أيضا من تحدي ومغامرة وإصرار على الدراسة والتعلم بعد العدادية بعد العدادية في عام خمسة سبعين خلصنا العدادية العامة في الغيظة في نهاية خمسة سبعين وانتقلنا بالشاحنات طبعا إلى المكلة ومن ثم إلى العدن ومن ثم درسنا في مدرسة اسمها تانويز انجبار في محافة تانويز انجبار في أبين ودرسنا فيها أيضا كانت فيها مع أخوان اليمنيين بأبناء مناطق يافع ومناطق اللوذر وموديا المناطق البعيدة في قسم داخلي مع بعض كان فيه مدرسيين أيضا منتدبين فلسطينيين وفي أيضا أخوان مسريين وسودانيين درسنا فيها في عام ثمان وسبعين أيام اغتيال المرحوم سالمين كانت المنطقة هذه منطقة جدا ساخنة في أيام الامتحانات النهائية وكانت الحرب في عادة الدور وكننا سمع عزيز الرصاص والمدافع في جوار المدرسة وربك الحمد لله قدر وخلصنا الثانوية العامة في عام ثمان وسبعين ثم انتقلنا بعدها إلى الغيظة ودرسنا يمكن بسنة خدمة وطنية نسميها كانت فيها أيضا عمليات مواطنين نازحين من عمان في مناطق الحدود اليمنية في محافة المهرة في الغيظة وحوف وجادب ساهمنا بمعيز زمري المهندس المرحوم سير محد عكعاك وأيضا طائع الجحفلي وأيضا دكتور ياسم من العوايد وسالم بالسهل العوايد إعلامي في تأسيس مدرسة ابتدائية للنازحين العمانين للقاتلين في حوف وفي جادة هذا في ثمان وسبعين هذا في عام ثمان وسبعين وسبعين نعم في عام نهاية تسعة وسبعين انتقلنا للدراسة وتم اختيار مجموعة من زملائنا اللي مخريجين ودرسوا في جزء كبير منهم في الاتحاد سوفيتي وتم اختيار مجموعة للدراسة في الدول العربية في العراق وفي سوريا وفي الجزائر طبعا الاختيار هذا كان ببني على أساس البذات التي تخصت العلم الاجتماعية وأيضا في إطار العمل النقابي والطلابي في حينها ذهبنا إلى بغداد وما حصل على القبول كنت كنت مثل؟ لا 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 كنم زملاء نحن مجموعة من الطلاب يمكن في حدود10 اخ 412 طالب اللي ايضا تخرجوا مثأنوية في جزء منهم كان تخلص بمخرجات الدفعة assedopesبعين و PK! وفي مخرجات الدفعة ثمينة وسبعين كنا ذهبنا الدراسة إلى بغداد حينها كانت كان في بعثة من الدمورية العراقية وبحكم العلاقات التي كانت موجودة حينها وكان في حمد الله ظروفك أصبحت ميسر كثير أنا ذكر من الأشياء التي ذهلتني أن بغداد حينها كانت البلد الأكثر نمون في المنطقة أذكر ذهبنا مدينة الألعاب الكربية في الزورة كانت مدينة بحجم جدا رحب وواسع وتعرف الشباب في مقتبل عمرهم عندهم شغف بالألعاب وشغف بالرياضة كان محرومين يعني كان محرومين عندما جئنا وجدنا هذه المدينة الزورة الرياضية على مسافة في حدود 7-8 كم مسافات مدينة كاملة مجهزة بتجهيز متطور جدا من الألعاب الكربية كنا مستمتعنا بهذه ومستوى المعيشة كان أفضل كان أيضا بلد العراق كان بلد نفطي وبلد أيضا متطور وكانت أيضا جامعات وكانت أيضا إمكانيات وكانت أيضا البنية الحضرية متطورة جدا بقينا فترة وتم انتدابنا بمعيث عدد من الزملاء للجزائر ذهبنا للجزائر أيضا البحث عن قبول تعقلنا قرابة الشهر ونص محصا على قبول ومع ظروف البرد وغياب الأفق مع القبول وأيضا تغير على النمط الحياة في الجزائر باردة وأيضا ثقافة الشمال الأفريقي تختلف شوية عن المشرق نحن جئنا بغداد إحساسنا بأن الجو كان قريب لأماط الغذاء والطبخات والحياة فطررنا قلنا ربما إذا عدنا بغداد يكون الحال أفضل طررنا رجعنا بغداد وانتظرنا قرابة شهر ونص ثلاثة عشر شخص قريبا لا نحن نذكر واحد زميلي مسلم المعشني اللي عدنا من الجزائر في بعضهم بقوا وبعدين رجعوا أيضا في مراحل اللاعقة رجعتوا إلى بغداد رجعنا لبغداد وأيضا ذاك الأيام كان فيه تحضيرات الحرب العليقية الغرانية وكان في غروف 79 دقليلا نهاية 79 دقليلا والوضع معد هو بنفس الفرص وكان فيه أيضا توجه بأنه حتى عمليات القبول معد كانت كما كانت في الماضي فلم نحظى بقبول في الجامعة الجامعات العراقية ذهبنا إلى دمشق ودرسنا قريبا يمكننا ثلاثة عربعة سنوات نجزت السنة الأولى والثانية والثالثة في كلية الأقصاد ومن ثم عدت إلى اليمن وكملت السنة الرابعة في كلية الأقصاد وعدت إلى أعمال في عام 1988